استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام ونقل الغانم خلال اللقاء رسالة شفوية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه إلى الرئيس السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأواصل التعاون في كافة المجالات بين مصر والكويت كما نقل الغانم للرئيس السيسي تحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية ولمصر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار بدوره حمل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت مؤكدا على تاريخية ومفصلية العلاقة بين الكويت ومصر وسعيه شخصيا لكل ما من شأنه ترسيخ وتعزيز تلك العلاقات الأخوية الاستثنائية